بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم إذا كنت حول مرة تشاهدوا قناة الخاصة بي لا تستطيع الضغط أسفل هذا الفيديو على زر الاشتراك وأيضا دعمنا بلايب وأهم شيء تفعيل خاصية الجرس اليوم سوف أشارك معك معلومة يجب معرفتها وهو عن الكائن الوحيد اللي خلق الله سبحانه وتعالى لدي المقدرة على افتراس وأكل الجن نعم افتراس وأكل الجن ما هو هذا الكائن اللي هو الدهب؟ الدهب هو الكائن أو الحيوان الوحيد لله سبحانه وتعالى خاص بهذا الأمر إذا بتسأل أي شخص طبعا أنت في البادية بتجد آلاف من القصص بتحكى عن اللي هي مقدرة الدهب على افتراس الجن في جميع الدول العربية بيعرفوا نفس هذه المعلومة ويوجد آلاف من القصص على سبيل المثال اللي هو بيعكى في أحد الأيام اللي هو أحد الرعاة كان بيرعى الأغنام الخاصة فيه وبالتالي رأى مثل الدهب جاء يجري يجري وبالتالي هجم على جدع شجرة شال منه اللي هو مثل القطعة البيضاء وفر بها فخرجت امرأة من الشجرة وتخبر الرأي أن هذا الدهب قد تمكن من أخذ ابني يعني طفلي فأرجع ليه فأنا جنية وكذا هذه القصة الأولى القصة الثانية حتى في اللي هو الشيخ عبدالله الجبرين تكلم على طبعا قصة حدثت معه أنه كانت هناك امرأة مصابة بمسه دائما وآبدا الجني هذا بيأتي بيأتي يعني بيجلس في حجر هذه المرأة فمرة من المرات كانت الترعى اللي هي الأغنام عندما بترعى الأغنام فمر الدهب عندما مر الدهب نطر هذاك الجني ودهب طبعا هرب من المكان هذا لأنه معروف أن الجني بيفرر سفر سنة من أي شيء أو أي مكان يكون فيه دئب أو يكون فيه أثر من أثر الدئب فانطلق اللي هو الدئب وراء الجني وبعد شوية اللي هي تركت الدئب وقت في مكان معين وبعد ذلك ذهب الدئب عندما ذهبت وجدت اللي هو مثل بعض قطرات الدماغ طبعا لو أنت بتسألني أن الجني هو مصنوع من نار أو مخلوق من نار ما فيه شيء طبعا دماء أو شيء فأنا أخبرك أن الجني يستطيع أنه يتشكل بشكل أي شيء سواء كان يتشكل فيه مثلا تعبان ولذلك حتى في الدين لما تجد أنت تعبان أو شيء في المنزل يجب عليك أنك أنت تتحاجة ثلاث مرات قبل أنك أنت تعمد إلى قتله لأنه يكون جني وبالتالي قبل أنه يتعر منك أيضا بيتشكل في هيئة إنسان بيتشكل على أي هيئة يريدها بمهم بعد ذلك اللي هو ذكرت أن المرأة هذه بعد الحادثة هذه مع الدئب شفيت نهائيا من مسألة اللي هو المسس اللي كان المسس العشر الآن سوف أخبرك عن قصة لماذا هو الدئب الوحيد اللي لديه هذه الخاصية الخاصية هذه كما بنعرف نحن في البادية أنا لا أتكلم الآن لا عن الشريعة ولا أتكلم مثلا عن علميا أنا أتكلم بشكل يعني ما نعرفه نحن في البادية اللي موجود لدينا قصة بدأت لي هي منذ أن أخوت سيدنا يوسف عندما تهموا الدئب بقتل اللي هي سيدنا يوسف والدئب هذا كبير طبعا لدينا الشيطان وسوس لهم أنهم يقوم بهذا الأمر فمن هنا أصبحت فيه مثل العداوة يعني ما بين الدئب وما بين الشياطين والجن اللي هي وسوس لإخوة يوسف لكي يعملوا هذا الأمر والله لأنه كذبوا على هذا الدئب أن الله أعطاه هذه الميزة اللي هي ميزة رؤية الجن وأيضا ميزة أنه يستطيع أنه يفتك بهم الميزة هادي وين تحديدا؟ الميزة هادي في العين الخاصة فيه العين بتحمل بريق غير عادي البريق هادا لا يزول نهائيا مدى الحياة حتى بعد ما يموت الدئب بيبقى هداك البريق الشيء الثاني وهو أهم شيء اللي هو أن العين الدئب ما بترمشش حتى هو نايم بينام بعين واحدة وما بترمشش لأن كيف هو الدئب بيستطيع أنه هو يستطيع افتراس الجنين؟ إنه هو الأرواح هادي سواء بصفة عامل سواء الجن أو الشياطين تستطيع التحكم فاها بشيء واحد إنه هو هادي حتى في بعض الناس اللي هي بتحضر أو ممكن تفتع علي ميتيوب ببعض الناس اللي بتتكلم عن تحضير الجن وغيره بيتكلموا عن نفس هذه الخاصية إنه مثل متى بيظهر أمامك الجن إذا أنت بقيت متبت نظرك فيه فمستطيعش إنه هو يغادر أو يرحل إلا إذا أنت انظرت إلى مكان هكذا أو هكذا بعض الجن لما تحب إنها ترحل بتحاول إنها تعمل مثل ألعيب فأنت بتنظر هكذا فبتفر لك إذا فقط عرفت هذا الأمر وظلت تبت نظرك في المكان اللي خرج منه فما بيستطيعش إنه هو يفر فالدئب لديه اللي هي الخاصية أو النقطة القدرة الرهيبة في البصار اللي هي حدد البصر يعني شيء إن العين الخاصة فيه ما بترمشش لأنه مجرد هي ما بترمش العين بيستطيع إنه هو يفر الجن فأولاً بيستطيعش إنه هو يفر من الدئب لأنه هو لديه القدرة على رؤيته ولديه قدرة على تتبيته لأن العين الخاصة به ما بترمشش هذه النقطة والنقطة الثانية أيضاً الأرواح إن إذا ما تحبت هذه معلومة خلها لديك إذا كان لديك شخص شوق في إنه هو مثلاً جني وموجود لديها متشكل على هيئة إنسان فبتعفى من شيئين أول شيء ما بيكونش لديه ضل ما بيكونش لديه إنعكاس في المرآة أو في المياه الشيء الثالث تستطيع إنك تتعفى وتتحكم فيه وتبتب الشيء الثالث إذا مر هو مثلاً هكذا بتمشي إنه هو حاول إنك تتضعب اللي هي أقدامك في مكان أقدامك يعني بتمشي على القطر الخاص في مجرد أنك تتمشي خطوة أثنين بيتسمر وبيقف أذاك الجني فالدعب هو أيضاً بيعرف هذه الأمر في أمر غريز إنه هو بيأتي بيمشي على نفس الخطب فبيتسمر هذا الجني إذا كان متشكل مثلاً بشكل أي شكل من الأشكال مثلاً أي كائن آخر اللي هو سواء كان حيوان أو إنسان وبيستطيع إنه هو يفترسه هذو الشيئين اللي تكلمت عليهم أيضاً هناك بالنسبة لي مسألة اللي هو الدعب هذي معروفة حتى منذ القدم يعني معروفة حتى ببعض اللي هي الديانات مايش حتى يعني الإسلام وكذا فبتدهب عندما تدهب في الهند أو بتدهب في أفريقيا أو حتى في الوطن العربي بتجد إنه دائماً وأبداً بيحرصوا الناس اللي هي تخاف من أدى الجني أو البيوت اللي بتكون أحياناً مسكونة بيضعوا فيه دائماً وأبداً شيء أثر من أثر اللي هو الدعب أنا شخصياً شخصياً أتكلم عنك أنا شخصياً في مرة من مرات كان فيه اللي هو مس عاشق المس العاشق هذا اللي إحدى الفتيات حاولوا معاه بشدة الطرق ما ستطاعوش إنهما يزيلوا هذك المس فكل ما كان عليهم صحهم أحد الناس اللي هي العارفين إنهما يصنعوا اللي هي مخدة من فرق أو وبر الدعب زهد إنه أيضاً الملابس الداخلية إنه هي تصنع يستحسن إنه هي تخاط طبعاً تحاك يدوياً بوبر الدعب وبالفعل مجرد ما عملوا هذا الأمر اختفت نهائياً مسألة اللي هي المس العاشق طبعاً مع الحفاظ على اللي هي الصلاة وأذكار الصباح والمساء والاستغفار والغمو ويجب ذلك هذي فقط أمور يعني مساعدة أيضاً بنسبة لي مسألة الجاثوم هذا الجاثوم فصل اللي لديه حس إن الجاثوم فيه ديه سببين فيه ديه سبب علمي وفيه ديه السبب ليهو يكون مس بيحدد ليلة ديهو مس عاشق بيحتاج حتى ريكي برزن هذا أيضاً من الأشياء المجرمة والمفعل لك أنت بتصنع مخدة من ديهو وبر الدعب فبيختفي نهائياً الجن العاشق أو الجاتوم وهذا بصور الجاتوم اللي بتسمع ليه صوت بيصبح يكلمك أو بتسمع خطوات قبل أن يأتي الجاتوم جاتوم سوف أشرح لأنا حلقة كاملة أتكلم فعلاً أسباب العلمية وسوف أتكلم فأيضاً عن الأسباب اللي هي الخاصة بالعين أو المس أو السحر اللي هي ومكنت تعالجها بالطريقة هذي بالإضافة إلى طرق أخرى سوف أسرد لها طبعاً حلقة معينة المهم هذا هو الحيوان القوي جداً 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 اللي هو الدئب والغريب واللي مازال فيه أسرار كتير الغاية سوف أشرحها في حلقة أخرى إن كان هذا الموضوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته